الزائر إلى بيت الله الحرام لا يكتفي بتأدية فريضة الحج فالمسلم ينعم بأجمل طقوس دينية في مكة المكرمة بدءاً برؤية ناظريه للكعبة المشرفة وانتهاءاً بالحجيج من على عرفات كورونا فعل فعلته حتى حرم مسلمي الأرض من الحج للمرة الثانية على التوالي لتكتفي السعودية بحجيجها المقيمين على أرضها ممن تلقوا لقاح كورونا الذي سيصل عددهم إلى ستين ألف حاج الطقوس التي من بين تفاصيلها خلية نحل العمال في الديار المقدسة ومساعدتهم للحجيج ستختفي هذه المرة ليحل محلها عشرون روبوتاً آلياً يقدمون الماء للعطشة في ظروف الحج تتحرك الروبوتات فرحة بأجواء دينية قد لا تشعر بروحانية المكان لكنها ستعمل بهدوء وفق من أمرها بذلك كل هذه الطقوس وضعت في ظروف صحية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا ولحماية حجيج بيت الله الحرام مع الامتنان للروبوت الذي ينقل الماء ويسهل الخدمة ويمنع الاحتكاك والاختلاط بين الحجاج قدر الإمكان بحسب خطة وضعتها المملكة العربية السعودية لأن يكون موسم الحج هذا العام مكللاً بنجاح وحماية كاملة لزوار مكة المكرمة حسنت بين قبول اشتركوا بالتالي اشتركوا بالتالي اشتركوا بالتالي اشتركوا بالتالي